في كرة اليد النهاردة كان في نهائي كاس مصر لكرة اليد ما بين الزمالك وسبورتينج وسبورتينج بيعمل مفاجأة وبيكسب الزمالك في نهائي كاس مصر لكرة اليد 27-25 بفارق هدفين وبيتوج نادي سبورتينج بطلاً لبطولة كاس مصر لكرة اليد تاني مرة في تاريخ نادي سبورتينج بيكسب بطولة كاس مصر في كرة اليد وللصدفة ان المرتين كانوا على حساب الزمالك مرة سنة 2022 يعني من حوالي سنتين والنهاردة البطولة التانية لسبورتينج في كاس مصر الكورتلياد بيفوز برضو النهاردة بالبطولة بعد فوزه على الزمالك في النهائي 27-25 مبروك لنادي سبورتينج وهارد لك لنادي الزمالك والزمالك لازم يعيد تاني بقى يعني تفكيره وتخطيطه لفريق كورتلياد ان حصل يعني عايز اقول لكم ايه مش عايز اقول انهيار والكلام الكبير لكن فريق نادي الزمالك لكورتلياد دايما فريق اسطوري هو دايما فريق الانجازات هو اقوى فريق في مصر في الهندبول وفي افريقيا ممكن عدد بطولاته في الدوري وفي الكاس والبطولات الافريقية اكتر من اي نادي اخر لكن فيه تراجع لفريق الهندبول في نادي الزمالك بقى له فترة ممكن خسر كل البطولات السنة دي خسر الدوري من الاهلي وخسر البطولة الافريقية أمام الأهلي وخسر برضو بطولة كاس الكقوس خسر السوبر الأفريقي أمام الأهلي خسر كاس الكقوس أمام التراجي التونسي والنهاردة بيخسر كاس مصر أمام سبورتينج ففيه تراجع كبير في نتائج كورت اليد وخلي بالكو إن رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب كابتن إشام ناصر نائب رئيس نادي الزمالك هم أساسا أساطير الهندبول في الزمالك فلازم يبقى فيه اهتمام أكتر بفريق كورت اليد ويتم إعادة بناء فريق كورت اليد في نادي الزمالك طبعا مبروك لسبورتينج النهاردة بنحييهم والناس اجتهدت وبنحييهم ونبركلوهم طبعا لكن الزمالك كمان لازم يعني المجلس الإدارة يشتغل على فريق الهندبول إن فريق الهندبول ده كان دايما فرحة نادي الزمالك يعني في عز خصارات كورت القدم والألعاب الأخرى كان فريق كورت اليد في نادي الزمالك هو دايما البسمة لجماهير الزمالك والإنجازات في أصعب الظروف بطن سواء في أفريقيا أو في مصر مبروك لسبورتينج دي كانت لقطات من المباراة النهاردة وقدر نادي سبورتينج يتوج ببطولة كاس مصر لكورت اليد للمرة التانية في تاريخه زي ما قلتلكم كسب الكاس قبل كده أمام الزمالك برضو من سنتين في 2022 والنهاردة 2024 بيتوج للمرة التانية نادي سبورتينج بهني مجلس إدارة نادي سبورتينج بهني الجهاز الفعلي نادي سبورتينج اللاعبين اكتهدوا ويستحقوا الفوز زي ما قلتلكم لازم إدارة الزمالك خصوصا أن رئيس نادي الزمالك ونائب رئيس نادي الزمالك هم من نجوم الهندبول في مصر وكابتن حسين لبيب دا كان أسطورة في الهندبول فلازم أكيد يهتموا أكتر بفريق كورت اليد ويعيدوا بناء فريق كورت اليد حتى فيه عدم استقرار على مستوى الأجهزة الفنية مدربين بتغيروا كتير جدا في نادي الزمالك خلال الموسم الحالي والموسم اللي فات فإن شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك وبنبارك طبعا لنادي سبورتينج النهاردة على إنجازه وفوزه ببطولة كاس مصر لو يعني زملائي في الأعداد دي يكلموني بقى رئيس نادي سبورتينج أو المدير الفني نادي سبورتينج نهنيهم طبعا على إنجازهم النهاردة وحصولهم على بطولة كاس مصر لكرة اليد